بالإضافة الخصائص اللي تعرفنا لها في الميزة عن فرم غن تعرفوا في هاد شريط على كيفية إضافة لمسا خاصة للنص بستعمال لازافة دو تكست. نتلاقا من عندو كيمون فيارج وهنا في واجهة المستعمل غنكتبو الجملة اللي غنطبقو عليها هاد لازافة. مثلا نكتبو Microsoft Word 2013. غنطبتو لاتاي كنختارو النص وناخدو 48 بوان فلاتاي ولي وضوح أكتر غنردوه انقران ونختارو ليه لون رمادي. لابغينا نضيفو المسا خاصة للنص كنمشيو المجموعة بوليس ثم كنضغط على الزر F2 text etypography. ومن هنا يمكن لنا تطبيق إحدى الاختيارات اللي تقدمنا Word أو لنقوموا بإنشاء أنافة خاص بنا باستعمال هاد الخصائص اللي هنا لتحت. لتطبيق واحد من هاد لازافة على النص دينا يكفي نختارو النص وبمجرد تمرير لسوغي على مختلف الاقتراحات اللي عندنا من اللي يلقاوا ليفة اللي كي ينسبناك نضغطو عليه. مثلا غنختار هاد لازافة نشوفو النتيجة اللي اتاني. غنقوم بإلغاء هاد العملية بالضغط على Ctrl Z وغنرجع للزر F2 text كندغط عليه. الآن لما نسبوكم ش هاد لازافة الكي يقدمنا Word فغنشقوا واحد خاص بنا. متلا لو بغينا ندفو لنص ان كنتور كندغطوه لابلون. ومن بعد يمكننا نختارو له لون. متلا هاد اللون الاحمر. يمكننا كذلك نقوم بتشخيص هاد لكنتور بتغيير السمك. متلا نختارو هنا تخوى بوان. وأيضا يمكننا تغيير طبيعة الخط انتلاقا من هاد القائمة. لاحظوا الآن لضغطة لأوت خطخي سواء هنا أو انتلاقا من هنا مباشرة. كتفتح لينافذة على اليمن تحت عنوان افدو ميزة فرم دان تكست. كنجول هاد النافذة كل مرة كنبغيو نستافدو من اعدادات متقدمة. فيما يتعلق بالغم بلساج اي كنتور دو تكست. أولا لمستوى لازافة دو تكست. الآن لابغينا نتبقى ميزة الامبغ على النص اللي اختارينا. فكنجول هنا. ويمكننا نختارو ما بين تطبيق امبغ اكسترن, انترن أو لا ام برسبيكتيف. وبالمتل هنا في الاسفل عدنا هاد الرابط لي فتح نافذة. افدو ميزة فرم دان تكست. ايضا يمكننا نتحكمو في الغفليكشيون بالضغط هنا. كتشوفو النتيجة على النص بمجرد تمرير لصغي ما بين هاد الاختيارات. غنختار مثلا هاد الوغفلي. يمكننا كذلك انضيفوا باريق للنص اللي اضغطت هنا على اليومياغ. وكذلك يمكننا تشخيص لون الضوء انطلاقا من هنا. في حالة عدنا ارقام في النص ديالنا وبغينا نضبطوها بشكل مميز. فستيل دونه كيسمح لنا انطلاقا من هاد القائمة نستفدو من هاد الاختيارات. عدنا كذلك ميزات اخرى خاصة للكتابة. ولي كيعطيو للكوليس ديالنا المزيد من الامكانيات واللي كتسمى بليليغاتور. هاد الميزة كتطبق فقط على البعض من للكوليس اللي عندنا. فاذا اختارت وغيرت للكوليس ديال النص ديالنا الـ 18th century مثلا. ورجعنا للفيديو تاكست. لاحظوا ان ستيل دون امبغ, ليغاتور و جيستيليستيك عندنا الان بلون رمادي. شيء اللي كي يعني انه يستحيل انطبقوها على هاد البوليس. وبالمقابل يمكننا نستفدو من طبيق هاد الخصائص على البعض من البوليس. كا بالاتينو, غذريولا, كاليبغي وغيرهم. نرجعو للنص ديالنا, غنضيفو الان العبارة التالية. ميكروسوفت وورد 2013 اتا نلوجيسيال فيابل. والان غنختار لبوليس كاليبغي ونمشيو لزر F2 text. كاتلاحدو ان ستيل دون امبغ, ليغاتور, جيستيليستيك يمكن لنا تطبيقو مع لبوليس كاليبغي. غنقومو بتفعيل ليغاتور بالضغط على F2 text, ثم على توتلي ليغاتور باش نشوفو تأثيرها. لاحظو الان الارتباط اللي وقع ما بين الاحرف. F و T من كلمة ميكروسوفت, S و T من A, وايضا F-E في كلمة فيابل. الان باش نكتشفو اخر ميزة غنختارو النص ديالنا, وناخدو لبوليس جابغيولا. الان بمجرد تمرير لصغير لهاد القائمة لاحظو الناس ديالنا. هاد ليجستيليستيك كيخليونا نستعفدو من نوع مميز وراقي الكتابة. ادان كيف ما قلت في بداية الشريط, فحالة الاختيارات اللي كيقدم لنا وارد ما نسبتناش. متلا هاد لفغياشن دلومياغ, فدائما كالقوا هاد الرابط اللي كيحولنا نافذة F de mise en forme. واللي عنا فيها خصائص ادافية بخلاف الى ضغط على اللومياغ انتلاقا من الزر F du text اللي في لغيبان. فهنا اختيارنا محدود فربعادية اللي تاي بينما في هاد الفولي لاحظو اللي تاي كاتتغير ما بين 0 و 150. بل اكتر من ذلك هنا عدنا خصائص ادافية واللي الزر F du text ما كيتوفرش عليها بحالة Transparence. بنفس طريقة يمكننا نستفدو من خصائص ادافية بنسبة لامبغ, Reflection و Contour Adoci اللي عندنا تحت اسم Plon في الزر F du text. كتلاحظو هنا الميزة جديدة فوق مدخوات دي ولي كتسمح لنا نحولو النص دينا لنص طولاتي الابعاد. بنخليكم تكتشفو باقي الخصائص اللي تيقدم لنا هاد الفولي ومن بعد ما تقومو بالاعدادات اللي كتناسبكم غنغلقو النافذة ونرجعو للنص دينا.